هذا وشاركت سعادة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني في أعمال الجلسة الحوارية للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي جاء ذلك في إطار عقاد مؤتمر الإسكان الخليجي الأول الذي تنظمه سلطنة عمان حكث ناقشت الجلسة مستجدات السياسات والخطط الإسكانية في دول المجلس وخلال الجلسة أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن قطاع السكن الاجتماعي يشهد العديد من التحديات خاصة فيما يتعلق بتنامي حجم الطلب على الخدمات الإسكانية مشيرة إلى أن دول مجلس التعاون تسير بخطا ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف من خلال التوسع في تنويع محاور السياسات الإسكانية وتبني الخيارات والحلول المبتكرة بالشراكة مع القطاع الخاص وقالت الوزيرة إن مملكة البحرين أولت إشراك القطاع الخاص في منظومة السكن الاجتماعي أولوية كبيرة في برامج الحكومة سواء على صعيد توفير التمويلات الإسكانية الميسرة للمواطنين أو المساهمة في تنفيذ مشاريع السكن الاجتماعي وقالت الوزيرة إن البرامج الإسكانية الجديدة تلقى رواجا من قبل المواطنين وتمكنت من تلبية آلاف الطلبات منذ تدشينها في منتصف عام 2022 وقد تلاء الحلقة النقاشية قيام أصحاب المعالي والسعادة والوزراء بجولة تفقدية بمعرض الإسكان الخليجي وزيارة جناح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر